موسيقى يظهروا للناس أنهم صائمين الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا إجرهم وأما أنت فمتى صمت فإدهنوا رأسك وأغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية حيث الرب يسوع عن مواضيع متنوعة في المواضيع على الجبل ومنها عن الصوم والسبب كان له كان بذاك الوقت رجال الدين اللي كانوا دي يصومون كانوا كأنهم عاملين أعلان لأنفسهم وقت الصوم كانوا دعاية وماشي على الشارع ومكتوب عليها لافتة أنه أنا صائم وركز الرب على أن الصوم هو تعليم كتابي إلو علاقة بالعبادة للرب وليس إلو علاقة بالدعاية للناس عن الشخص الصائم كيف تركز على الصوم وهو للرب كيف أنك تعمل دعاية على نفسك أنك أنه صائم وأنت بتصوم للرب اترك الموضوع للرب فقط أنه هو يعرف أنك أنت صائم لا تكون عابس الوجه ولا تعطي أي علامة أنك صائم لأن الصائم بيصوم للرب السؤال الثاني اللي ممكن نفكر بي من أي شيء نبتنع وقت الصلاة أو وقت الصوم دائما المتعودين نسمع أنه من الأكل والشرب لكن صراحة من نقرأ بسفر أشعياء صاحب 58 والعدل 6 مكتوب أليس هذا صوما أختاره حل قيود الشر يعني نتوقف عن عمل الشر فك عقد النير وأطلق المسحوقين أحرارا وأقطع كل نير يعني في ناس مأسورين في ناس عبيد في ناس محتاجين أنه فأنا يتحررون ويحصلون على حياة كريمة أليس أن تأكسروا للجاع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك يعني هي مو بس أني أتوقف عن الأكل لكن لازم أشارك الأكل ويا المساكين والفقراء اللي عايشين حوالي واستقبلهم وساعدهم بكل الأشياء العملية اضرأي تعريانا أن تكسوه وأن لا تتغابع عن لحمك حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقتك فالفكرة الصلاة هي الصوم هي ليست أن أقطع عن الأكل والشرب والسوائل لكن أيضا أشياء عملية نعملها للمجتمع اللي احنا ساكنين فيه أتمنى كان له فائدة هذا الموضوع لك ونقدر نطبق هذا الموضوع بالأيام الجاية من نصوم ونصلي للرب الرب يبارككم ونشوفكم بالحلقة الثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر